في رحلتهم الأخيرة لا أحد يهتم إن بقوا على قيد الحياة أو ماتوا هم أنفسهم غير مهتمين رغم ذلك تفاؤلهم بمستقبل أفضل زاد من إصرارهم على ركوب قوارب الموت في طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر عبر المتوسط بالنسبة لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء عام 2022 لا يبدو أنه أخف وطأة عليهم من الأعوام التي سبقت ابتلع المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من ستمائة شخص وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2014 غارق هؤلاء وفق المنظمة الدولية للهجرة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من تونس وليبيا آخر المآسي كانت غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية وعلى متنه مئة مهاجر من جنسيات أفريقية وأسيوية أنقذت الوحدات البحرية التونسية أربعة وعشرين مهاجرا منهم الهاربون الباحثون عن حياة كريمة بلا حرب انطلق بهم زورك تجار الموت المططي لينقلب بسبب سوء أحوال التقس موجات الهجرة ناشطت بقوة مجددا رغم ارتفاع عدد ضحايا قوارب الموت خلال الفترة الأخيرة فقد أحصل منتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة من أول كانون الثاني يناير إلى الخامس والعشرين من أيار مايو 2022 غرق 373 مهاجرا أو فقدانهم مقابل 215 ضحية ومفقودا خلال الفترة نفسها من سنة 2021 أي إن حوادث الغرق على السواحل التونسية ارتفعت بنسبة 73% ومن لبنان تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرا وغالبا ما تكون وجهتهم قبرص في ظل أزمة اقتصادية تسببت بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلاد لكن فاجعة غرق قارب قبالة ساحل ترابلس يقل أكثر من 84 شخصا من بينهم أطفال دق ناقوس الخطر مجددا لإيجاد حلول للأزمات التي تدفع بالكثيرين إلى الهرب عن طريق البحر